الحقيقة عام رائع أو سنة رائعة حتى الآن بالنسبة لبيرستاو كنت تقولي على الأرقام الخاصة ببيرستاو آه يعني لو استعرضنا الأرقام تقولي على رقم غريب أو آه من ضمن أرقامه في المباراة أنه هو ما عملش ولا مراوغة أوكي ده يدل على إيه يدل على أنه هو العيب مباشر هو بيفكر دايما إزاي ينطلق في المساحة وإزاي يكسب مساحة كويسة ما بيلجأش للترقيس زي ما بنقول غير لو الأمر محتاج يعني هو مش قراره الأول أنه يرأس وقراره الأول أنه هو يكسب مساحة أو يعمل باس آه فهو ذاكي جدا في قراراته جوه الملعب هو حريف لو ماتشاط لو قلنا عمل عشر مراوغات في مباراة ممكن ستة يعمل ست مراوغات نجحة إنما ده ما بيكونش قراره يعني مش دايما هو بيفكر أنه يرأسه والظروف اللي تفرد عليه ده بالضبط هو بيفكر دايما إزاي يقطع في اتجاه المرمى هو كمان مش لعيب خط يعني هو مش من نوع اللي بيروح ويحط كروسات من ضمن الأرقام اللي هو زيرو كروسات في الماتش اللي فات قدام التراجي ما عملشه ولا كرة عرضية بس ده لأنه هو أسلوب لعبه كده هو دايما بيروح للعمق إما يحط باس إما هو يروح للجول زي ما حصل في الهدفين اللي سجله فهو عنده أسلوب لعب الحقيقة مميز وهو زكي جدا في استخدامه لو شفنا أرقامه طبعا هو لعب 92 ديئة خرج في الوقت الضايع سجل هدفين أنا ما فهمتش أنا من أهم الحاجات اللي عايز أعملها لما قابل كولر أسأله يعني التغيير ده كان يعني ليه والله بجد قد يكون عنده فلسفة أفهمها بس هو غيره في الوقت الضايع يمكن عايزه ياخد السكسي مثلا أو يعني بيرايح إنما هو خلاص كان آخر دقايق يعني سجل هدفين كان مفروض يسجل نص هدف يعني لو بنحسب الهدف المتوقع ما كانش عنده فرص حقيقة يقدر يسجل منها لكن يقدر بمهارة عالية الحقيقة وتحركات ممتازة إنه هو يسجل جوليد كان ليه محاولتين بس على المرمى سجلهم فمية في المية يعني صنع فرصة واحدة ونسبة تمريراته 82 في المية واللعب جناح تمريراته دايما بيكون لقدامه في مناطق الخطورة ده رقم كويس جدا الحقيقة التمريرات القصيارة 27 تمريرة كلهم صح التمريرات طويلة عمل واحدة بس وكانت صحيحة فاز بالكرة سواء بالكرة التانية أو بالالتحام أو علعاب الهواء أو أي أن كان عشر مرات وخسرها بالمناسبة ست مرات بس فهو أنا بشوف أنه طبعا كان نجم اللقاء الأول حقيقة برسي تاو طبعا طيب هناك بعض الحالات اللي عايزين تتكلموا عنها الخاصة بهذه المباراة يعني عشان نأكد أن النادي الأهلي عمل مباراة كبيرة وأن هو حالته اللي فرضها على المباراة حتى لو حالة التراجي ضعيفة هنا النهاردة احنا بنتكلم في النمط أو الشكل اللي لعب بين النادي الأهلي الكرة دي ده كرة الجن الأول لكابتن إسلام كرة الجن الأول دي قررت كزا مرة في المباراة فمنها ترجمت مرة جون ومرة ما ترجمتش جون الكرة دي عشان طبعا إحنا الحقوق فإحنا الكرة دي بدايتها كانت رمي تماثل محمد هاني وصلت ليه محمد عبد المنعم راحت لمعلوم بص أنا عمل وان تو محسن الشحات بص يا كابتن أنت مركزات لعبت التراجي إزاي أنت لعبت النادي الأهلي سحباهم معاك لأنه اللي أنت عايزة عايزة فضي الجزء ده فضي بالضبط وبيرسي تهواقف طبعا في الحتة اللي هي المساحة الخالية دي هواقف مستني الكرة بشكل أمثل هنا علي معلول بيلعب الكرة الكهرباء بص كهرباء حواليه كم لعب هيستلم الكرة ويبصيها حمدي فاتحي زي ما نقوله كده إيه هيعديها يعني هي الكرة رايحة هتروح بقى هنا بص كابتن إسلام كهرباء حواليه كم لعيب حمدي فاتحي ساحب معاه لعيب رحب بقى هناك برسي تهوا تمركز بكل هدوء راح الزاوية مفتوحها قدامه شاطها بشكل مثال طبعا حارس التراجي كمان تعمل معها بشكل سيء لكن الجملة دي الجملة دي كابتن إسلام من 8 تمريرات فيها 10 لمسات لأنه هنقول علي معلول لمس الكرة مرة في باس كهرباء لمس كرة مرة في باس قبل ما نخش على الحالة اللي بعدها فيه جملة الأهلي عملها في ديها حاجة و30 32 أو حاجة زي كده كان فيه حوالي 16 باس كرة لفت الملعب كله لحد ما راح تمعلول لعيبها برضو لكهرباء كهرباء إدها لحسين الشاحات لعيبها كرة بس كهرباء وقتها تمركزه ما كانش أفضل حاجة فعشان كده يعني ما استغللاش بشكل أمس هنا دي حالة الحالة بتاعت الجون التالت بتوريك النمط تاني أو شكل تاني إحنا لعبنا بي بس هنا كابتن مروان بيقطع الكورة بياخد الكورة بس كهرباء ديانج حسين الشاحات بس مكانهم فين في الملعب بس هنا الكورة لما تتقطع من مروان ديانج هياخد الكورة بس الفرقة نقلت بسرعة إزاي لقدام كان واحد رايح هذي هذي التلاتة هم راحوا هجمة مرتدة هناك فيه كمان بيرسي تاو لكننا نعظي أن التلاتة دول بس كان مكانهم فين تحولوا على طول صحيح لفين هنا ديانج عمل القرار السليم إدى الكورة للشاحات حسين الشاحات القرار الأفضل لعب الكورة من لمسة واحدة بالزبط كده الكهرباء الكهرباء على طول في الجون هنا ده ممط تاني اتطبق في المباراة إن انت طريق ضغطك على المناف بتسيبه يلعب الكورة براحته وتيجي تقطع منه الكورة وتلعب بيها الهجمة المرتدة الكورة دي حنا تقريبا عملناها كام مرة كابتال إسلام في الموتش حوالي 4 و 5 مرات جبنا منهم هدف وضيعنا فيهم ثلاثة هنا دي كورة الجول التاني احنا روحنا ثلاث مرات الثلاث مرات او اللي أربع مرات في الآخر اه في الآخر قصدي الهجمات اللي هي المرتدة ديها كابتال إسلام دي كورة الجول التاني محمد هاني بيستلم الكورة وبيلعب اللونج باس في اتجاه بيرسي تاو الكورة دي بالزبط بعدين تاو طبعا بيستلم وبيروح وبنشوف بقى هو ما عملش مراوغات عشان هو رأس جهد 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 لعبة خايفة تدخل عليها عشان ما يحصلش ضرب الجزاء او لعبة رأس او طاع فهو صبر عليها جدا وبعدين لعبة الحقيقة بشكل في مهارة عالية يعني عكس اتجاه حرس المرمى صحيح اه وشالها يعني بمشت رجل وكده من تحت كورة يعني كجمالية اه كورة حلوة طبعا فيها جماليات كتيرة جدا لكن عايز اقول ان الكورة دي بالزبط هي كورة اللي حصلنا بها على ضرب الجزاء في ماتش السوبر قدام بيرامدس الكورة كانت من خالد عبد الفتاح لونج باس من نفس المكان في اتجاه كهرباء كهرباء قطع في ظهر احمد سامي وبدل بس طبعا هو ما جابش الجل والحقيقة يعني ده يوضح قد ايه في عندنا فلسفة لعب وفي يعني منظومة بتنفذ اللعبة بتنفذ تروس بتنفذ كل اللي بيطلبه المدير الفني ايا كان من الاسم لو محمد هاني او خالد عبد الفتاح بيلعب بكرايت هيقدي نفس الاداة لطريقة اللعب كتب بالزبط اي لعيب هيتحط في اي حد يلبس في فن الله الحمراء وينزي لعب في مركز ما في الملعب هيقدم نفس الشغل اللي مطلوب من اي لعب تاني هو السيستم محطوط وانا بنزل انفذ فالحقيقة كان برضو من الاهداف الحلوة لانها مكررة الحاجة بتبقى حلوة دايما لما تحس انها متعوب فيها واللعبة حفظها وبتنفذها حتى لو الجملة تبان سهلة انما بتحتاج شغل كتير عشان تصل بيها لهذه المرحلة من هي واحدة تانية بس الطريقة تانية دي برضو مزيتها كابتن اسلام لو ما عايش نرجع سريعا ليها من الاول دي برضو كرة احنا قطعناها من خط يعني كرة قطعت ولعبنا الهجمة اهي هنا خالي عرفتاح لعب الهجمة على طول الكرة زي ما صبري كده بيقول خلف الدفاع هجمة مرتدة بس هنا بقى احنا نتمنى يعني طبعا احنا بنستعرض الحلقة دي عشان منصح يعني كويس نحنا بنصح اخطأنا وحنا كسبانين لان الفرصة دي لو جدت في مطش تاني ماينفعش القرار يبقى كده هنا بوسا كابتن اسلام تلاتة على اتنين نموذج هجمة مرتدة مافيش منه اه حاجة حتى محمد شريف تصرف صح كسر لجوه وباصل طهر هنا طهر خد اسوأ قرار ممكن يعني ممكن يتاخد اللي هي فكرة ان هو شاط الكرة يعني هنا محمد شريف الدنيا قدامه مفتوعة خالص لو بص كرة للمحمد شريف انت روح تنفراض نسبة تهديف عالية جدا فنتمنى ان يعني الحمد لله انها جدت في مطش احنا كسبين في تلاتة يعني كرة زي دي لو جدت في مطش انت متعدل فيه وكمان بره ارضك اعتقد تأزم لك الامور كبيرة نقدر نقول ان هو طمع مقبول في ظل ظروف المطش ونتيجة المباراة انما في وقت تاني قرار زيدي نقول طمع مقبول يعني الكور دي ممكن تبقى عزيزة جدا في مطشات تانية بعد كذا صحيح فلازم اللعيب يفكر في القرار الاسلم والاصح مش في انه يطمع يعني انا زي ما بقول بس انا مقبول بالنسبة لي انه هو يطمع في مطش زي ده لان خلاص النتيجة ثلاثة صفر واحنا بنلعب في الوقت الضائع فكل لعيب عايز يعمل حاجة لنفسه لما في وقت تاني ده مش هيكون مقبول ابدا الحالة دي برضو بنسبة يعني الحالات والاهلي يا كابتن تحس ايه بخلاله بنسلم يعني احنا عادين كده بنسلم بعض والدنيا سهلة وجميلة فبعد ما بنشكر اطهر الطاهر بنشكر كمان كولر على الحالة اللي هو عمل هلا بنشكر لعبت الاهلي لا لا على التزامهم اطهر كل ما فالنهار ده هنا بوس كولر يا عم ده كولر بحظوظ هنشوف هو محظوظ فعلا بوس يا كابتن اسلام ضغط فيه تنين اللعيب معلش نرجع لقطة لقطة بس نرجع الفريم ايوه بوس تنين اللعيب راحين على نفس اللعيب ده اسلوب هو لعب ادي بيرسي تاو وادي مروان عطية بيضغط على اللعيب اول وقت مين اللي خد الكورة بيرسي تاو خد الكورة بشكل مميز جدا راح في الحتة بوس الحتة فاضي ايه ادى الكورة لكهربا هنا كهربا يعني كان يقدر ياخد القرار بشكل احسن لكن وفي الاخر ده مفراد يعني فكون انت بتضغط على المنافس بتاخد منه الكورة شوفت كابتن اسلام تكرارت كم مرة مرة هي في الشوت الاول مرتين تلاتة في الشوت التاني غير الكورة اللي صبر يتكلم عليها اللي هي تكرارت في ماتش بيرامدز في نهاي الكاس وكمان في ماتش السوبر تكرارت هنا في الماتش ده بتعملها بشكل متقن الكورة التانية اللي هي سلسلة التمرات اللي بنعملها عشان خاطر نوصل فالنهاردة انت لما بتشتغل صح بتتعب يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكافأك وارد في بعض الاوقات ممكن الحظ ما يمشيش او التوفيق ما يمشيش معاك بيبقى برضو الحكمة انه عايزك تكتهد اكتر ولكن هنا ده شغل لفني احنا النادي الاهلي تعب لو هناك البعض عايز يبخز حق النادي الاهلي فخلاص هذا شأنهم لكن نتمنى بقى ان يبقى فيه من ينصف النادي الاهلي ينصف مدربه وينصف لعبي اللي بيكتهدوا عشان خاطف ده حقهم لان النهاردة فيه حاجة يعني ماينفعش تبقى بتتعب وحد يقول لك انت بس محظوظ لأ انا مش بس انا محظوظ اه لكن محظوظش هبقى تعب ونشكر قطر الطهر